لم تتوانى الصحف العربية والعالمية في ضبط عقارب ساعة قاعات تحريرها على توقيت القمة العربية المنعقدة في الجزائر القمة كانت المنشاة بالبنط العريض في الصفحات الأولى نظراً لثقل ملفاتها المطروحة على طاولة قادة العرب الحاضرين الذين توافدوا تباعاً على أرض الشهداء بلغة الأقلام استهل موقع الجزيرة القطرية مقاله الجزائر تطمح إلى لم الشمل ركز فيه على أهم بنود إعلان الجزائر إعلان عرف توافق وزراء خارجية العرب على عشرين بنداً من نصوصه وهي البنود التي خصصت لها جريدة الشرق الأوسط مقالاً كاملاً عنوانته جدول أعمال قمة العرب الحاضية والثلاثين يتضمن عشرين قراراً مع عنوان جانبي يؤكد على حرس الجزائري على إبعاد أي تشويش قد يؤثر في مصار القمة وبالحديث عن المصارات والتحولات التحول الرقمي الذي عرفته القمة صلتت عليه سكاينيوز عربية الضوء بمقال أسمته قمة بلا أوراق تحدثت فيه عن الاستخدام اللافت لوسائل التواصل الحديثة في هذه القمة كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموجهة إلى القمة زاوية أخرى أرادت بها بعض الصحف في افتتاح مقالتها على غرار الأناظر التركية فرانس 24 كتبت في مقالها عن لم الشمل الذي لطالما ركزت عليه الجزائر وهو شعار القمة بعد غياب ذام لثلاث سنوات وهي الزاوية نفسها التي كتب عليها موقع بي بي سي البريطانية اختلفت زاوية المعالجة لكن الأقلام لم تتدخر حبرها حول النوايا الجزائر الصادقة في رأب الصدع ولم شمل البيت العربي ترجمة نانسي قنقر